تغطية صحية ويستثمرها في مجالات أخرى فلهذا أنا أعتقد أن هذه النقطة اليوم مهمة ومهمة جداً نفوتوا حدك النقاش ذي الإشكالية اللي كانوا يعيشوها الفنان أنا ذاك تافيدا بالفنان بحاجة جميع المغربة هؤلاء اللي عنده التغطية الصحية هالتغطية الصحية بالنسبة للفنان باش نجاوب مع الأسئلة الأخوات والإخوان الفنان هو الشخص اللي عنده ذي كلاكات الضغطية بما فيهم تقنيين ولكن هنا كنت أتكلموا على تقريباً حالياً على تسعة ألف واحدة هم اللي عندهم اللي كانت الضغطية صارة تقريباً 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 شي عشر ألف وستمئة وسبعمائة غير منهم البعض منهم اللي هم موظفين موظفين ديجا عندهم بالطبع التغطية الصحية في إدارة تفضي فن ديالون فليس لن يكونوا معنيين لأنهم ما عادش يخلصوا عدفوا آآ زايد على هذا بالنسبة للفنان اللي قلنا الفنان الفنان اللي بنفهم الفن ديالو اللي يخلصوا تقريباً مئة وثمانين ديالهم شهرياً باش يستفدوا من هات التغطية الصحية زايد على هذا التغطية الصحية كيف ما كتعرفوا غا تكون كتشمل تقريباً سبعين في المئة غنبوغ سماو نجل نجل المرض أو نجل زيارة في الطبيب كيف ما ذكرتها سابقاً وذكرها رئيس الحكومة أنا داكتر البرلمان دابة بنين وفقنا على التغطية الصحية غا ندروا مباشرة بعد واحدة المؤساسة اللي غا تكون فيها باش نحاولوا نوصلوا المئة التغطية بالنسبة لهذا الفئة كجميع الفئات الأخرى اللي فاش كيكونوا موظفين أو متابعي الإدارات هتكون عندهم ديكلا ميتو الكوميوتير باش هات إشكاليين ديال الصحة ما نتقاش نتكلموا لي لأنه ضروري جداً في إدارة استراتيجية ما عاش تكلموا على الصناعة التقافية إلا بغينا ندخلوا للصناعة التقافية خصنا المجال الاجتماعي نكونوا في كناة باش ما يتقاش مرتبط الفن بالإشكاليات الاجتماعية فقط تكلموا على الصناعة التقافية بوحد بوحد طريقة جديدة على ما نقول لكم هذا؟ إلا اخذنا المثال من ديال كورومبيا والله هو واحد من فهم جديد استسميتها الـ كورومبيا اليوم تلاتة فلمان ينجل البيان ينجل إلا مرتبط بهاد الـ لما كنت كلموا على الصناعة التقافية بالطبع وزارة التقافية عنده دور كبير ولكن كنت كذلك على قطاعات أخرى كالسياحة التقافية الأغتزانة كذلك. مجموعة القطاعات اللي غيخدموا اليد في اليد باش نحاولوا نواكبوا هاد تجربة جديدة اللي بغينا انخارط في هالمغرب. في الضل قاعد الأسئلة الخرين اللي طرحتوها. الغلاء اللي كان أزمة الدولية عامين ديال الكوفيد فخصنا نجتهدو نخلقوا مهن جديدة. خصنا نجتهدو باش هاد هاد المجال التقافي تهو يولي منتج ويخلق وحتروا المواطنات المواطنين. هاتي اللي غنشتغلوا فيه. انه هاتي باش انه اه اه انا كنقرأ لكم بزاف. البعض كيتسأل كين هناك حكومة منساجمة وحاسة بالاشكاليان ديال المواطنات والمواطنين. بغيتكم والاحساس به يعني كبير كين اللي يخدم على النمط القصير كين وزير الفلاحة المبادر اللي قام بها سيبنا الله ينصروا على تنجيل الجفاف. يعني قطاعات خلين كين اللي خدم على النمط القصير وكين اللي خدم على النمط المتوسطة. هاتي اللي بغي نخدمه علينا. لماذا؟ باش نجاوبوا الاشكالية كلها اللي غي ترحوا على المغربة. خاصنا اليوم نخلقوا ميهان جديدة. ما نقاش مرتبطين فقط بالميهان التقليدية اللي عندنا في المجتمع باش نخلقوا واحد لغيشيس نوفيل اللي خصنا في المجتمع عندنا. فالدور اعتقد انا مرة اخرى كنت واخدوا كتحدي مع مع الاخوات والاخوان ان كتعرفوا في البرلمان القطاع عندنا كمحسوب اشنا هيديك في الليجنة الاجتماعية. انا كنقول لهم اعطونا شو هذه اللقطة ان شاء الله بإذن الله وغنقول له من القطاعات الانتاجية. لان هاده هاد النقطة مهمة جدا. لان هاد الفهم مهم جدا ان التقافة ليست كعمل طرفيه فقط. فلهذا هاد القانون لديز اليوم هو مهم جدا. وغنواكبوا واحد واحد اه واحد المسئولية واحد الجدية لانه غي يعونا باش نوصلوا اللي اللي بغينا اللي هو الصناعة اه التقافية اللي كان اعتبروها واحد المجال جدي وجدي جدا. اشتركوا في القناة